في البداية لا يسأل أحد أو يعلق على اختفاء اللحية والشنب بهذا الشكل الهائل يعني اختلف الوضع بين الفيديو السابق والفيديو اليوم سامح الله الحلاق الذي كنت لديه مؤخرا وقد ارتكب المجازر يعني بحق اللحية والشنب وأرجو من الله أن تنمو بسرعة لكي نتمكن من الظهور بحرية أكثر على العموم أنا لم أكن أريد الظهور لكن هناك تساؤل مستعجل من أحد الإخواء اضطرني لأن أقوم بتصوير هذه الحلقة حتى أقوم بالرد عليه بدون تأخر إن شاء الله دعونا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متابعي قناة عربي تيك التقنية في هذا الفيديو سأجيب على تساؤل طرحه أحد الإخوة في الفيديو السابق وهو كيف يمكن أن أربح من الفيديوهات على قناتي أولا يجب أن نعرف أن نظام الربح من يوتيوب أصبح مختلف عن السنوات السابقة في الماضي كانت يوتيوب تسمح لأي شخص بمجرد إنشاء القناة ورفع الفيديو بتحقيق الربح من هذه الفيديوهات المرفوعة لكن مشاكل كثيرة وإساءة استخدام أدت بنظام يوتيوب إلى التطور ووضع شروط كثيرة الآن لتحقيق الربح من هذه الفيديوهات بمعنى أنه في الماضي كان الكثير من الأشخاص يقومون بسرقة الفيديوهات من هنا وهناك ورفعها على قنواتهم وتفعيل الربح مباشرة منها ثم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يكسبون هذه الأموال وتكتشف فيما بعد المنصة أن محتواهم كان مخالفا فتتم معاقبتهم بإغلاق قنواتهم لكن يكون هناك الكثير من الأرباح التي دفعت لهم وهم في الأصل مخالفين لشروط يوتيوب ماذا حصل الآن؟ اليوم في يوتيوب الشروط كثيرة ومتعددة منها ما هو مرتبط بالعدد ومنها ما هو مرتبط بالجودة سنناقش معا هذه الشروط فيما يلي الشرطين الأساسيين الذين يمكن على أساسهما طلب تحقيق الدخل هما أولا أن يسجل في قناتك ألف مشترك أي أنك إذا فتحت اليوم قناة فلن يكون فيها مشتركين لكن بالعمل ونشر الفيديوهات ونشر القناة سوف تتمكن من حصاد ألف مشترك على الأقل الشرط الثاني يجب أن تسجل في القناة معدل مشاهدة يصل إلى أربعة آلاف ساعة مشاهدة خلال عام على الأقل بمعنى أنه عندما تقدم على يوتيوب يجب أن تستوفي هذين الشرطين ألف مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة وبدونهما لن تتمكن من طلب تحقيق الدخل يعني لن ترى أصلا إمكانية تقديم الطلب في قناتك بمجرد أن يتحقق هذين الشرطين في القناة سوف تجد في خانة تحقيق الدخل في إدارة القناة رابط يظهر لطلب تحقيق الدخل بمجرد تقديم هذا الطلب سوف تنتظر فترة ليتم الرد عليك سواء بالموافقة أو بالرفض لكن الموافقة نفهمها إنما لماذا يحصل الرفض يجب أن تفهم أن يوتيوب ليست فقط منصة تشترط عليك الأرقام وإنما يجب أن ترتبط هذه الأرقام بالمحتوى الجيد الذي تقدمه يعني أنك لا يجب أن تحقق هذه الأرقام بالاستناد إلى محتوى رديء أو محتوى مسروق أو محتوى يخالف إرشادات المنتدى فأي شخص يمكنه أن يقوم بسرقة محتوى الآخرين أو بعمل محتوى من هنا ومحتوى من هناك ويضعه في القناة ربما يقوم ببث مشاهد من مباريات فيحصد ألف مشترك ويحصد أربعة آلاف ساعة مشاهدة ويقوم بتقديم الطلب لكن هل سيقوم الدعم الفني في يوتيوب بالموافقة على طلبه هذا؟ إذن يجب أن يكون المحتوى الذي حققت هذه الشروط على أساسه هو محتوى يتوافق مع شروط يوتيوب 100% ما هي شروط يوتيوب للمحتوى الذي تقبله والمحتوى الذي ترفضه؟ هناك الكثير من الممنوعات على المحتويات في يوتيوب سأذكرها لكم المحتوى الأول الممنوع في يوتيوب هو المحتوى المسروق أي عمل ليس من إنتاجك وليس من تصويرك وليس من صنعك هو عمل مسروق مهما كان هذا العمل معروض في الخارج أو مسموح به أو 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 فإن هذا العمل مسروق وبالتالي لا يمكن أن يتم تحقيق الدخل لك على أساسه هذه قاعدة يجب أن تعمل بها في منصة يوتيوب إذا ما أردت الربح منها أي فيلم من هنا أو مسلسل من هنا أو فيديو كليب من هناك أو فيديو مرفوع على قناة أخرى تقوم بسرقته وتحميله وإعادة رفعه على قناتك لن يفيدك في شيء سيحقق لك ما تريد من أرقام ربما ملايين المشاهدات لكن في أرض الواقع أنت لن تربح شيئا من هذا الفيديو هذه أول نقطة المحتوى الممنوع الآخر في يوتيوب والذي يمكن أن يتم رفض تحقيق الدخل بسببه هو المحتوى المهين أو المسيء قد يكون هذا المحتوى الذي تقدمه تحريضي أو محتوى ضد فئة أو طائفة أو جنس أو لون هذه المحتويات التي تحض على الكراهية هي محتويات ممنوعة في يوتيوب وبالتالي لا يمكن أن تطلب تحقيق الدخل في قناة تبث هذا المحتوى ونجد مؤخرا الكثير من القنوات التي تتحدث عن الماسونية والتي تتحدث ضد المثليين والتي تهاجم اليهود أو القنوات التي تهاجم دين أو طائفة أو القنوات التي تتحدث بالكراهية ضد السنة أو الشيعة أو المسيحيين هذه القنوات كلها أصبحت منبوذة من نظام يوتيوب وتعاقب ويبدو أن أحد هذه العقوبات هو تعطيل تحقيق الدخل أو عدم تحقيقه من الأساس يجب أن يكون محتوىك موجه لكل الناس ولا يحض الآخرين على كراهية ناس آخرين النوع الثالث الذي يجب أن تتفاداه عند صناعة محتوىك هو أن يكون المحتوى جنسي أي شخص يقوم بعمل فيديو جنسي أو فيديو يحتوي على نصائح جنسية أو نصائح للمتزوجين أو نصائح ليلة الدخلة أو ما إلى هناك مما نراه من خزعبلات في بعض القنوات العربية والأجنبية هذه المحتويات تعتبر للكبار فقط وبالتالي هي غير مرغوبة في أنظمة الربح في يوتيوب ولا يمكن تحقيق الدخل منها وهناك قنوات كبرى عربية تم تعطيل تحقيق الدخل فيها مؤخرا لأنها تبث هذا المحتوى الجنسي الخاص بالكبار كذلك إذا كان محتوىك عنفي بمعنى أنك تنشر فيديوهات فيها عنف فيها انتحار فيها قتل فيها مشاهد دمار وخراب كذلك بالنسبة للمحتوى التراجيدي والدرامي يقوم أحد الأشخاص برفع فيديو يحتوي على مآسي وحروب وإلى ما هناك فيجب أنه لم يتم تحقيق الدخل منه لأن بصراحة يوتيوب منصة لا تججع على المحتوى التراجيدي أو العنفي أو المحزن أيضا المحتويات التي قد تؤدي إلى عدم قبول تحقيق الدخل في قناتك هي تلك المحتويات التي تروج للمخدرات كأن تقدم فيديو يحمل عنوان منافع المخدرات مثلا أو المحتوى الذي يشجع على القرصنة وسرقة الحقوق هناك الكثير من القنوات التي أجدها على يوتيوب وأستغرب من أصحابها يقومون بعمل شروحات لكيفية كسر حماية أحد البرامج وتحميل البرنامج والكيجن وشرح برنامج لا أدري ما اسمه كامل وهذه البرمجيات المقرصنة وسرقة الحقوق وشرح طريقة فك شفرة القنوات هذه كلها مواضيع لا يمكن ليوتيوب أن تقبل بها ولا يمكن أن تبني قناتك أو تبني ربحك على أساسها لأنه لن يتم الموافقة عليه هناك أيضا قنوات تقوم بعمل فيديوهات فيها علاجات خرافية أو خزعبلات أو علاجات شعبية وما إلى هناك طريقة مجربة لعلاج السرطان عشرة أيام تضمن لك علاج هذا المرض كيف تشفي نفسك من هذا المرض بطرق مجربة هذه النصائح الطبية التي لا ترتكز على أساس صحي هي محاربة من يوتيوب ويتم تعطيل تحقيق الدخل لأصحابها مؤخرا وباختصار أي شيء يخالف القانون أو يدعو إلى مخالفة القانون يعتبر غير قابل لتحقيق الدخل يعني أنت إلى جانب تحقيق الألف مشترك وتحقيق الأربعة ألاف ساعة مشاهدة في أقل من سنة يجب عليك أن تراعي شروط وإرشادات المحتوى في يوتيوب في فيديو سابق في القناة شرحت لكم أهمية الظهور في الفيديوهات وشرحت أيضا خطورة عمل فيديوهات مع موسيقى وكتابة أو فيديوهات وتعليق صوتي بمحتوى رديء لأن هذه الأمور أيضا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار يعني لا يكفي فقط تحقيق الأرقام ولا يكفي فقط الالتزام بشروط ومعايير يوتيوب من حيث موضوع الفيديو بل يجب أيضا مراعاة مدى جودة هذا الفيديو وجودة طريقة الطرح يعني لا يكفي فقط أن تقوم بعمل فيديو بصوت رديء بتصوير رديء وتقول هذا فيديو حقيقوا لي الدخل على أساسه لا يجب أن تقوم بعمل فيديو يقدم محتوى قيم بأسلوب مقبول لا نقول أنه يجب أن تكون كقناة الجزيرة في إنتاجك للفيديوهات لا لكن يجب أن يحتمل الفيديو بعض الجودة بالصوت بالصورة بالتصوير بالمونتاج وما إلى هناك بمراعاتك لسلسلة هذه الشروط متماسكة متكاملة مع بعضها البعض كحلقة واحدة سوف تضمن أنه بمجرد تقديمك لطلب تحقيق الدخل في القناة سوف تحصل على الموافقة مباشرة وبدون أي تأخير أما إذا كنت قد أخليت بأحد هذه الشروط فبالتأكيد أنت سوف تحصل على الرفض وسيقولون لك أنه لا بد لك من بذل المزيد من الجهود في سبيل الرقيب محتواك وتجربة طلب تحقيق الدخل مرة أخرى في وقت لاحق هذه هي طريقة الربح من الفيديوهات بدون هذه الشروط وبدون هذه الطريقة لن تتمكن من ربح أي دولار من يوتيوب عند الموافقة على تحقيق الدخل سوف يظهر تبويب جديد تراه عند رفع أي فيديو وتراه أيضا عند تحرير أو تعديل أي فيديو هذا الزر أو هذا التاسك أو هذا التبويب سوف يحمل اسم تحقيق الدخل أو مونتيزيشن وسوف تجده في قناتك ويمكنك عبر التحكم به من إعدادات وخيارات لوحة التحكم في القناة تفعيله على مختلف الفيديوهات المستقبلية والحاضرة وأيضا الفيديوهات التي سبقها ورفعتها وبمجرد الموافقة على تحقيق الدخل وظهور هذا التبويب ستقوم بربط قناتك بحساب يسمى حساب AdSense يمكنني تشبيه لك بأنه حساب الفوترة أي أنه حساب الفواتير الخاصة بإعلاناتك والذي على أساسه سيتم محاسبتك بشكل شهري أو عند بلوغك الحد الأدنى للدفع مع يوتيوب طبعا هناك الكثير من الشروحات التي تلي هذه المرحلة حول إعدادات هذا الحساب وكيفية الربح أكثر لكن هذه الأمور سنأتي على شرحها تباعا في الفيديوهات السابقة لتجنب إطالة الفيديو أكثر من الحد المخبول هذه بداية الرحلة مع الربح من يوتيوب قدمتها لكم من قناة عربيتك إذا كان كل شيء واضح ومفيد لكم فلا تحرموني من الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات ودعوة صالحة في ظهر الغيب أراكم في فيديو جديد بإذن الله سنشرح المزيد أكتبوا لي التعليقات حول انطباعاتكم وحول الأسئلة التي تريدونني أن أجيب عنها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله أراكم في فيديو جديد السلام عليكم